استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السيد يوشي ماسا هياشي وزير خارجية اليابان بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من جنبه أشار وزير الخارجية الياباني إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة مشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموي بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة مؤكدا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المصر هذا وأعرب رئيس السيسي عن حرص مصر إلى تعزيز تعاون بين البلدين في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية كما تترق اللقاء إلى مختلف أبعاد تعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا بالإضافة إلى المطحف المصري الكبير الذي يعد الأيقون الكبرى لتعاون الحضري وثقفي بين البلدين الصديقين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين لا سيم الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء وفي الختام أعرب وزير الخارجية الياباني عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة